السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. زيكم حبيبا عاملين ايه يا رب كون لكم تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة هنعمل فعل منين اول ارائيش بس بطريقته بنفس المقادير بتحت اللي انا بعمل بيها الارائيش من سنين. في اضافتين او مكونين حطتهم. مفرقش خالص. واقول لكم عليهم ان شاء الله. طبعا لو اول مرة تشوفوا القناة. ما تنسوش لايك وشير. سبسكراب للقناة. فعلوا الجرس بس كل عشان صاروكم مني كل جديد. ويا رب يا رب كل اسرة مستنية نتيجة الامتحانات بتاعت اولادها. يطمنهم وتفرحوا كلكم ويجعل ولادكو يا رب زرية صالحة الله ومأمين يا رب العالمين. يلا بينا نسمي لو نسالي على الرسول ونشوف هنعمل المين او الارائيش الجميلة بتاعتنا دي ازاي. اول حاجة معايا كوباية فيها الخميرة البيرة او الخميرة بتاعت الافران اللي هي الطرية. ما عندي كيش حطي خميرة فورية. اه حطيت عليها كده معلقة من السكر ومعلقة كبيرة من الدي اي. دي بتساعد الخميرة الناس تشتغل بسرعة. ومعايا نص كوباية من المية الدافية. المية ما تكونش سخنة عشان ما تموتليش الخميرة. ولو برده بتبطأ في تنشيط الخميرة. فتحطيها تكون دافية كده زي دمعة العم بالزبط. وتسيبيها بقى على جنب كده لما نختبر الخميرة بتاعتنا. هنا بقولة بنزل بكلو من الدي انا خلال مرة واتنين. نزلت بزرعة من الملح معلقة كبيرة من اللبن البودر وزرعة من البيكنج بودر ونزلت بربعة كوباية من السمسم والشمر واليانسون حمصتهم وطحنتهم حلوة قوي واخدت من كل حاجة منهم معلقتين. نزلت هنا بكوباية من السمنة. زي ما حضراتكم شايفين سمنة ما تكونش مجمدة تكون فكاة حتى على النار او في الماكرويف. قلبت كده بالمضرب ما نفعش جبت اليسوباتيولا كده وحبيت ان انا المي كده ايدي مع السمنة. وهنا حطيت نص كوباية من الزيت. اي معجنات يا جماعة لازم الزيت يبقى نوعيته ممتازة. عشان على طول البيبان في المعجنات. بصوا بقى هنا انا بابس. انا مش بعجن ولا بالم. انا بابس هيبقى زي الكحك بصوا بقى لما ممسكها كده. عاملة زي الرملة المبلولة وما فيش اي اصال الديق الابيض نهائي. كده تضمن ان الارائش بتحتك او ما تبتدي تكل منها. تلاقيها دايبة معاك دوب. عشان موضوع البس ده هو اللي بنجح معاك الارائش. هنا الخمير عملت فوم كده بقى. هنزل بيها. وابتدي بقى كده الم. انا مش بعجن. الم كده. وبيكون بقى عندي السوائل اللي هي المية الدافية او اللبن. كوباية المية الدافية نزلت بنص كوباية بس كده ولم. وهنزل بالنص التاني. هي الكيلو دي خد مني كوباية ونص من المية او ممكن من الحليب. الا معلقتين كبار حسب دي اللي عندك. وهنا انا بلمي زي ما قلت لحضراتكم متعجنيش عشان ما تعمليش عرق للعجينة فمشة تديكي لا رايش ولا منين. بصوا بقى كده انا لميت خلاص اهو. اللهم بارك. بصوا بقى عاملة ازاي. تيجي بقى تشدي كده تقطع معاكي. لكن لو شدت وعملت عرق كده يبقى انت البس اللي انت عملتيه مش حلو. والطريقة ان انت عاجنت فيها كتير. هنا بقى هسيبها تختمر في مكان دافي. مش اقول لكم طبعا مدة الخمر عشان ده حسب المكان اللي عندك. او حسب الجو اللي موجود فيه. اللي عجينة. هنا اللهم بارك سيبتها بقى كده اختمرت. بصوا بقى عاملة ازاي اللهم بارك. بطلحها بقى تبصوا وانا بطلحها تحسوا نية طرية ملبن. ما شاء الله لا قواتها الا بالله هاخد بقى جزء كده وابتدي اعمل الرول. هنا بقى في الخطوة دي بولع الفرن عشان لازم المخبوزات تخش على فرن ساخن مسبقا. وهقول لكم على درجة الحرارة الى سويلي المنين ويطلع معنا في منتهى الجمال. الرول زي ما حضراتكم شايفين كده انا هوسع لنفسي كده بس عشان اعرف اعمل الرول. الرول هنا انا فردت ورايح جاي لكن بعد ما قفلت الكاميرا واشتغلت الرول تجيبيه ناحيتك بس في اتجاه واحد بس بيبقى سريع وبيديك نتيجة افضل من رايح جاي. جربي كده وشوفي. هنا بعد ما بطلت كده هبتدي اسوي بقى بالسكينة او بالعجلة اللي هي بتاعت البيتزا زي ما تحبي انا استسهلت السكينة بصراحة. كده سويت وبيكون السمك مش عالي. عشان لو عالي ولسه هنسيبها كمان عشر دقائق تختمر هتبقى سمكها آآ عالي او مش هتبقى ظريفة. بصوا السمك هنا رؤية جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنشوفها بعد ما تختمر بعد عشر دقائق السمك عامل ازاي. التقطيع بقى اللي انتم عايزنا. تقطعي بقى كده بالقطع اللي هي بتاعت المخللات او بالسكينة زي ما تحبي. والتقطيع برضو اللي انت تفضليها. وحجم من منين اللي انت عايزها. الرول التاني اللي فيه اهو ابتدي ابطت ابطت كده. وتسوي بالسكينة زي ما انت عايزة مش عايزة تسوي وتقطعي على طول ما فيهاش مشكلة بس المنزر الجمالي برضو ليه آآ تأثير فيه تقديم الحاجة اللي احنا بنعملها بالزبط. هنا بالسكينة كده سويت. وابتدي برضو ان انا بالقطع كده وهقطع المنين بتاعنا وهنشوف ان شاء الله مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الفرن يكون ساخن مسبقا على مية وتمانين درجة. ولو فرنك هادي يبقى على متين درجة. عما تخشش المعجنات على آآ فرن يكون عالي قوي عشان ما تاخدش الوم من بره ومن جوه تبقى طرية. يبقى هو مية وتمانين لو فرنك عادي لو هادي يخليه على متين. زي ما حضراتكم شايفين كده العجين خلص معنا سبناها. هنسيبه كمان عشر دقايق بس اول صانية بدأنا بيها. هتشوفوها دلوقتي اختمرت وهي دي اول واحدة هدخلها الفرن. على ما تبتدي تطلع يكون الباقي اختمر. يعني هنسيب كده العجين لمدة عشر دقايق دي اول صانية هي. بصوا الله مبارك بدأنا بيها اختمرت هي. هنا عملت صوابع رفاية بحبها جدا. وعملنا جزء من المنين اللي هو العريض. وفقد عندي زي كورة صغيرة كده عملت منها النجوم اللي حضراتكم شايفينها دي. على اساس تغيير في التقديم برضو او في الشكل زي ما حضراتكم شايفين. هدخلوا بقى الفرن زي ما انتم حضراتكم شايفين. طلع من الفرنة هو. انا عملت سنيتين بحب ان انا ازود شوية في السيو عشان يبقى محمص. انا بحبه جدا محمص. والباقي كله صوته عادي جدا زي ما حضراتكم شايفين. اللون من فوقه تحت زي بعد وادي النجوم اللي احنا عملناها ما شاء الله. مش عايزة تعمليها. عايزة تعمليها كلها بنفس الشكل ده. ده ليك حرية الاختيار. ادي المنين وادي كيلو دي. اللهم بارك. عمل لنا كمية حلوة قوي ينفع فطار او عشاء او في اي وقت حبه تعملي بقى كوباية شاي بلبن كوباية شاي سادة اي مشروب كده جنب المنين في منتهى الجمال. هنروح بقى نقدمه مع بعض ان شاء الله. وادي المنين بتاعنا بعد ما قدمناه. اللهم بارك. بصوا الشكل عاملي زي. اللهم بارك تحفى. وكمان اللي بيبقى متحمص زيادة ده ليه طعم تاني خالص. مش اي حد طبعا بيحب لو هو المحمص ده. فانت برضو ليك الحرية الاختيار في السوى. بصوا بقى دي الصوابع الرفاية لو قلت لحضراتكم عليها بغ دلون فوق زي تحت. طب انا الفرن بتاعي ده لون من تحت وفوق لسه بدري. هتروح المشغالة الشواية وطق في قصادها وتفضل تلف في الصينية. عشان ما يتحمص منك ويسود. ودي النجوم بتاعتنا الجميلة اهي اللهم بارك. بصوا بالتسوية فوق زي تحت ازاي? واجي افتح كده بايداية بصوا حضراتكم هتشوفوا. مجرد بتضغطي بس الضغطة بسيطة كده. بصوا ناعم ازاي? كان في منتهى الجمال كأنك عاملة كحك مش عاملة منين ولا عاملة ارائيش. دي تاكلات لها كريزبي كده ودايبة. مجرد ما بتحط يعني المنين او الارائيش في الشاي. اللهم بارك دايب دوب. بصوا بقى هنا. تكسرت معنا بسرعة. تتضغطي كده. تبصت لقية نزلت معاك ازاي? اللهم بارك. اعملي المقادير دي لو عايزة تستغني عن البكنج بودر وريحة الكحك. انا ما كنتش بعمل ولا بكنج بودر ولا ريحة كحك. وكان بيطلع نفس النتيجة دي. ما عنديكش خميرة بيرة. حطي الخميرة الفورية. زي ما قلت بتمشي بقى على بقية المقادير. اهم حاجة الشمر واليانسون يتحمصه والطحين حلوة قوي. عشان ما بقاش باقي انت تحت سنان يكونش بتاكلي. وفي نفس الوقت لما بيتحن حلو بيدي ريحة وطعم فاضيع. بكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص يا رب يكون عجبكو. لو عجبكو ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكراب للقناة. والفيديو داي يعني يستحق لايكات كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة